مع تصاعد مؤشر تجارة وتعاطي المخدرات والتي وصلت عند مسؤولين بالتحذير من محاولة زراعتها باتت الظاهرة أكبر تحديات الجهات الحكومية والأمنية التي تواجه المجتمع العراقي لذا ومع عمليات القبض على تجار ومتعاطين فإن قرار تحويل سجن أبو غريب ذائع الصيط إلى سجن مختص لقضايا المخدرات كان مبشرا لدى خبراء وقانونيين من حيث الوصول إلى حلول السجن المتهمين بقضايا المخدرات في مكان يتسع لهم سيما بعد أن وصلت أعدادهم إلى أكثر من عشرة آلاف معتقل وفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الشهر الماضي مسؤولون أكدوا أن أعداد المحكومين بقضايا المخدرات ستصبح قريبا أكثر من المحكومين بقضايا الإرهاب وهو ما يتطلب بحسب خبراء تهيئة سجن أبو غريب بقدراته الاستيعابية حيث كشفت وزارة العدل عن أن السجن الذي يستوعب خمسة عشر ألف سجين يحتاج إلى عمليات تأهيل لاستيعاب ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف سجين أما الإشارة التي عكسها القرار بحسب ناشطين فإنها ترمز إلى خطورة ملف المخدرات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة وهي التي أدت لاختيار أبو غريب مكانا خاصا لهم ما يتطلب جهدا كبيرا في عمليات علاج المدمنين حيث دعى نشطاء حقوقيون لضرورة توفير مستشفى داخل السجن وبما يتناسب مع سجناء المخدرات بطريقة تميز أبو غريب بمهمته الجديدة عن أي سجن آخر